السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف عاملين لبس عليكم نتمنى يا ربي الجميع يكون بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة ان شاء الله يا ربي فهذه السلسلة هي عبارة عن سلسلة تقريبا خمسة الفيديوهات فنعمل هذه الزواقه بالتفاصيل الموميل فنبدأ من هنا كيف نخدمها وكيف نخدم الجهة الأخرى يعني غادي نبدأ كل شيء بالذيطال عشنو استعملت فمستعملة هنا يا النمر 11 والحرير فهو حرير القسمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف عاملين لبس عليكم نتمنى يا ربي الجميع يكون بخير وعلى خير إن شاء الله يا ربي وتكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله يا ربي من بعد ما عملنا الجزء الأول الجزء الثاني والجزء الثالث فهذه نعمل الجزء الرابع وهو عبارة في هذا الموضي للنيز هو عبارة على الفضقة ديال العنق يعني كيفاش نفرق العنق كيفاش نفرق العنق كيفاش جيني جوج جوج جوية من بعد هنا يا ما عملت خاصني نكون وصلت بحل لهادي خاصني نكون وصلت يعني خاصني نعمل أربع ديال سطورة أربع ديال العنق واحد جوج ثلاثة أربعة فهنا يا خاصني يكونوا عندي ربع ففي الخامسة غادي نبدأ في الخامسة غادي نبدأ بحول الله غادي نبدأ على باركات الله كيف ما قلنا هنا يا كان عمل جوج ديال العيون ما كان دايما كان عملهم وعملت سلسيلة وخليت جوج ديال العميدة وجيت لهذه العين هذي اللي فيها السلسيلة وعملت عمود الأول غادي نعمل العمود الثاني ونعمل سلسيلة ونجي نخلي هاد جوج الأعميدة نجي مباشرة نصل هنا ونعمل جوج ديال العميدة ونعمل العمود الأول فوق عمود فوق عمود العمود الثاني والعمود الثالث العمود الرابع والعمود الخامس عندي هنا خمسة ديال العميدة والعمود السادس عملت هنا يا ستا ديال العميدة غادي نرتافع بثلاثة ديال السلسيل التي شكلوا لي عمود غادي نجي الهاد لحنا ندركها ندرس عمود هنا غادي نجي العمود الموالي ونعمل عمود غادي نجي العمود الثالث العمود الرابع والعمود الخامس العمود السادس غادي نزيد نعمل العمود الثالث العمود التاسع وعادة نعمل هنا جوج ديال جوج ديال العميدة نعمل سلسيلة ونجي مباشرة لهاد العين ونعمل عمود الأول العمود الثاني عمود الثالث والعمود الرابع على طول ديال العمود غادي نعمل جوج الغرز ديال الحشو على الثوب وندور ثاني الخدمة نعمل العمود الأول العمود الثاني نعمل سلسيلة ونجي نتجاوز هاد جوج ديال العميدة ونجي الهنا ثاني نعمل العمود الأول العمود الثاني وغادي نمشي بهادو كاملي غادي نمشي بهم عمود فوق عمود عمود فوق عمود عمود فوق عمود غادي ندور العامل الثاني ونرتفع بثلاثة بثيت شكل ليا عمود ونبقى غادي عمود تاني فوق عمود أحساسا أحساسا نوصل أحساب قولية غير الجوج ديال العمودة ها نعمل سلسيلة ها نعمل سلسيلة جيتاني الهنا نعمل جوج ديال العمودة ودائما على طول ديال العمود ها ندير جوج الغراز ديال الحشو على ثو ها نغطر الجوج ديال العمودة المزيجيدة طول ديال العمودة السلسيلة ونتجاوز هالجوج ديال عمودة لما نبدأ غادي على المنوال دياله غلق ننضر سلسيلة ونحسب واحد جوج تلاسا في الثالثة سوف نضع عمود و نبقى ثاني بالأعميدة يعني سوف نضع بحال ما هذا الشكل هذا سوف نبقى حتى نكمل أنا كملت هذا الجيهة هذا الجيهة أنا كملتها خاصني باش نخدم ثاني الجيهة الأخرى والجيهة الأخرى خاصة تكون بحالها بحال هذه فهناي عاملة ستة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة يعني سوف نضع جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة يعني سوف نضع جوج ديال أعميدة لا سوف نخدمهم لا سوف نقصهم يعني هنا واحد جوج ثالث خاصني نعمل نبدأ الخدمة هنا نعمل نعمل أنه هناك وهناك três ي 먹는 م والعامود الرابع والعامود الخامس والعامود السادس ونفس الطريقة سنقوم بجوجة الأعمدة سلسلة 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 ونبقي جوجة الأعمدة ستنبقى على هذه الطريقة اسطور الأسطور سبقا اسطور سبقا يجب أن نفعلهم هنا يعني لا يجب أن يكون لدي اختلع هنا منينة عبر نرى ماذا هذه ماذا هذه ماذا هذه ماذا هذه هنا لا يوجد فيهم نشد هذا الخيط هذا الخيط ونضرب ونضرب فيه هنا نهزه بالكروشي ونضخر ونضخر لا نحمل لأن تبقى واحد العقداء مديورة لا تعجبني ومن بعد نضيف فوقه ونضيف فوقه الدرس يعني لا يوجد يبقى ونضرب ثم نضيف ونضيف لنضيف كيف ترى هذا هو الشكل النهائي العنق ما زال ما محددش دواء الشكل النهائي ديال العنق كانتمنى يكوننا الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه وان شاء الله ما زال لنا كيفاش نزوقوا هاد الشكل النيز تبارك الله عليكم